إذا ما تبعنا الكرام بعد ما شفنا الفضيحة اللي نشرها فريق بيترو أتليتيكو الأنغولي والاستقبال والتنظيم السيء الكاريتي لمباراة واحدة مباراة واحدة سنجمعوه مع شبيبات القبائل في حضارة الجزائر في إيطال بطولة إفريقيا وشفنا الحال الكاريتي للحافية اللي خصصوها لهذا الفريق ماشي نقلوه شفنا يعني الاستقبال الكاريتي وشفنا بيان بيان كامل متكامل لهذا الفريق يحتاج فيه على الكاف على التنظيم السيء وعلى الكاريتي ديال الاستقبال الآن متابعينا الكرام جبت لكم فضيحة أخرى في نفس الموضوع في نفس السياق اللي هي بطولة إفريقيا والمباراة ديال بطولة إفريقيا وهذا المرة متابعينا الكرام الموضوع متعلق بالمباراة ديال الفريق المصري الزمالي والذي جمعوه مع شباب بولزداد اللي كان في العاصمة الجزائرية عاصمة حضارة الجزائر الكاريتي لمنتابعينا الكرام هو أن هذا الفريق من المفترض أن الجزائرين تعتبروا أقوى فريق عندهم من ناحية المالية من ناحية الألقام من ناحية كذا يعني أن هذا الفريق ستخصص له بنية احتيار رياضية تخصص له ملاعب دياله تخصص له منشآت رياضية حسب الألقام اللي اخدأه والمجهود لداره وما إلى ذلك هذه في الدول اللي كتحصل على رصب طبيعة الحال لكن هجي تشوفوا الفضيحة هنا المباراة لكلمة بين الزمالك وشباب بولزداد كانت من المفترض أنها تكون في العاصمة الجزائرية في ملعب 20 أوت واحد الملعب عندهم كسبنا هو ملعب 20 أوت لكن بسبب الحالة الكاريتية لهذه الملعب كما تشاهدون أمامكم على الشاشة متابعين الكلام بسبب الحالة الكاريتية لهذه الملعب الكاف تدخلت ونقلت المباراة من العاصمة ديالحضارة الجزائر إلى مدينة عنابة من العاصمة الجزائرية عاصمة القوة الضاربة العاصمة ديال دولة النفط والغاز حيدوها من العاصمة الجزائرية ونقلوها لمدينة عنابة والمساء الكاريتة هنا المسافة بين سمية كيلومتر سمية كيلومتر عباد الله يعني في نطاق سمية كيلومتر ما كنش ملعب قادر على احتضان مباراة واحدة ديالزمالك وشباب بولزداد هذه هي القوة الضاربة التي تنافس المغرب في تنظيم كأس إفريقيا لسنة 2025 وعباد الله فارق في العاصمة في العاصمة الجزائرية لا يوجد ملعب لا يوجد ملعب لإحتضل المباراة في إطالة بطولة إفريقيا مع الفارق المسري الزمالي ونقلوها الملعب آخر في مدينة أخرى تبعد سمية كيلومتر على العاصمة الجزائرية هذه هي القوة الضاربة التي تنافس المغرب في تنظيم كأس إفريقيا لسنة 2025 ويخرجوا فيك عينيهم وحنا والقوة الضاربة وعدنا والكاريتة والمهزلة الملعب هذه التي لدينا من الصوم منضيلا راشد دينا شدوه بسبب الفضائح للشان لأنه بعد انتهاء الشان ركو لم ترى الأرض للملعب كيف شلت لا يوجد ملعب 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 كذا والخو الخاوي وصدع الراس وكذا وكذا هذا هو سد دينا الملعب الملعب للمنضيلا مشدود وحيث فارق في إطار هذه البطولة الإفريقية لا يجب أن يلعب فيه هذه هي القوة الضاربة التي تنافس المغرب اهما نقلوا الآن مباراة ليه مباراة بسيطة يا بظلاء مباراة بسيطة هذه تحتاج المباراة واحدة ليس بطولة مباراة واحدة ولم يمكنت استقبلها في العاصمة الجزائرية نقلتها 610 كم خارج العاصمة الجزائرية ومن بعدما يجبج لدعنا ذاتنا ونحن وأنا ونحن 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 في العاصمة لا تكدير من تحرق انتشان ودمت فضائح مباراة بطولة الإفريقيا ولم يمكننا ان تستقبلهم في العاصمة المفيدة كانت هذه الشباب التي ترى بالإطار لست دينا والآن بكرة وعلم الله الفضائح الأخرى التي ستكون من بعد متابعين الكرام هذا هو الواقع لحضيرات الجزائر أراكم في فيديو آخر وفضيحة أخرى من قلب الحضيرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته